الغوات المسلحة السودانية عندما ذهبت إلى تحالب عاصبة الحزب ذهبت بموجب اتفاقية سياسية وبموجب الالتزام عربي بالدفاع عن الأراضي المقدسة إذن هذا يعني بتغديري شخصي انتهاء الأزمة أو قرب انتهاء الأزمة والآن نحن في التفاصيل الأخيرة لإحلال السلام في اليمن ولكن بالنسبة لنا في السودان كانت هذه مشاركة استلزم الموقف العربي الموحد وهذا التحالف كان يضم أكثر من 13 دولة عربية ولكن الآن بقي على 3 أو 4 دول عربية من ضمنها السودان إذن وخطوة في الاتياه الصحيح لحوة انهاء الأزمة في اليمن وعودت أبنائنا من الغوات المسلحة إلى أرض الوطن بعد أداة مهمته